صفحة إدراج وبعدين جدول أول طريقة هي الطريقة السريعة الطريقة البسيطة طبعا هذا كل عمود أو كل مرضع يمثل لي عمود عموديا ثلاثة طبعا المربعات الأفقية هذه المربعات الأفقية تمثل الأعمدة والمربعات العمودية تمثل الصفوف يعني عمود أول ثاني ثالث رابع خامس سادس وإذا نلاحظ في الورقة أنه كل زيادة مربع باللون البرتقالي سيزيدنا عمود باللون الأسود على الورقة ونقدر نحدد عمود وصف مثلا صفين ثلاثة وأقدر طبعا أكون مجموعة أعمدة مثلا مجموعة أعمدة وألاحظ في الأعلى بالشريط أنه تطلع لي ثلاثة في عشرة يعني معناتها ثلاث صفوف في عشر أعمدة فطبعا وهكذا عند آخر عمود أو عند آخر صف نقدر نحتسبه نضغط كليك أيسا رح يتكون الجدول هذه طبعا الطريقة الأساسية والسريعة لإنشاء الجداول فيما يخص عملية كتابة البيانات داخل الجدول طريقة سهلة نضغط على أي خلية طبعا الخلية هي هذه الخلية عملية تقاطع صف مع عمود رح تكوننه الخلية أضغط على الخلية وأكتب بيها الكتاب اللي أريدها وأقدر أنتقل من خلية إلى خلية يأما بالمفتاح تاب يأما بالسهم يأما بالأسهم يأما بالمفتاح تاب جدا سهلا نعيد عملية إدراج الجدول حتى نحذف الجدول نحدد الجدول تحديد الجدول طبعا بالضغط والسحد ونضغط على المفتاح باق سبيس من الكيبورد ونحذف الجدول هذه إحدى طرق حفظ الجدول طبعا حتى ندرك الجدول يتكون من خمس أعمدة وست صفوف طبعا نروح على إدراج جدول نحسب قلنا هذا عبارة عن عمود ثنيا ثلاثة أربعة خمس أعمدة ست صفوف هذا الصف الأول محدد ثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة وأذا ألاحظ أن هذا الجدول مكون لي من ست صفوف وخمس أعمدة مثلا ثنيا ثلاثة أربعة خمسة وأقدر مثلا بالصف الأول مثلا التسلسل الإسم مثلا الإختصاص المواليد السكن أقدر مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممكن الأسماء نكتب مثلا أحمد ممكن علي مثلا هذا الجدول بعد ما ملينا طبعا نقدر نسق على هذا الجدول من خلال التحديد ومثل ما تعلمنا بالمحاضرات الأساسية ونقدر نستخدم الأمر نسخ التنسيق ونلصق على بقية الصفوف طبعا نقدر أيضا ننطي لون خط لون تعبئة مثل ما تعلمنا ممكن العمود الأول ننطي لون تعبئة مثلا رصاصي فاتح نقدر طبعا ننطي مثلا حجم خط أربعة عشر ونقدر نسوي محاذات حجم خط أربعة عشر مثلا ونقدر محاذات إلى الوسط وصار عندنا جدول مثل ما تعلمنا حتى نحذف الجدول طبعا أكو عندنا عدة طرق يأما نحدد الجدول وباق سبيس يأما نحدد الجدول وكليك أي من على أي مكان بالجدول ونختار حذف جدول هذا فيما يخص الطريقة السريعة فيما يخص إدراج الجداول الكبيرة من خلال إدراج جدول وإدراج جدول طبعا رح يطلب من عندنا عدد الأعمدة وليكن خمسة عدد الصفوف وليكن مية موافق ألاحظ أن الجدول رح يتكون من خمس أعمدة في مية صف طبعا نقدر مثلا تسلسل الاسم مثلا خنقول الاختصاص المواليد والسكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر